اه اعزاء المشاهدين اليوم احنا برفقة الاخ ضياء التميم احنا من تجهين المكان دارت بيه اعنف معركة خلال حرب ايران خلال ثمان سنوار على وهي معركة نهر جاسب او اطلق عليها العراق يوم اه معركة الحصاد الاكبر واطلق عليها الجانب الايراني معركة كربلا خمسة اي شوف هذا هذا النهر هو بداية نهر جاسب هذا المكان بداية نهر جاسب شوفوا هاي لحد الان هاي هذا هاي اثار الجسر هذا اي نعم هذا جسر المشات احنا حاليا راح نتوجه النهر جاسب ومن بعدها نتوجه الى نهر الدعج اللي من ناقض ونبدأ رواية المعركة على العموم نرجع للموضوعنا اه بسنة الالف وتسعمية واربعة وثمانين بدت قطاعات الجيش الايراني تتقدم في اه بده رفسنجاني بخطة اللي يسموها خطة حصار البصرة حاصرة والبصرة من ادت محاور اه المحور الاول شبه جزيرة الفاو المحور الثاني جزيرة تم الرصاص والمحور الثالث الشلامجة. بقى من هذه السنين من الاثنين وثمانين تقريبا. الحد ستة وثمانين. العفو الحد الاربعة وثمانين من سقطة جزيرة الفاو. واحتلوها الايرانيين. بيوم خمسة وعشرين اطمعاش الف وتسعمية او ستة وثمانين. باغت العدو الايراني قطاعات الجيش العراقي في جزيرة ام الرصاص واشتبك معاه بمعركة. انا مصور التقرير. تقدرون تروحون على المقطع شوفون معركة ام الرصاص وشارح عن ام الرصاص. المهم مدة المعركة ثلاث ايام من القتال المتواصل حتى صار اشتباك بالايدي. وبالاسلحة البيضاء. هسه نقطع الرواية ونبدي لكم. هذا نهر جاصل. شوف اخوان. هذا مدخل نهر جاسم. طبعا هذا الجانب العراقي. وهذا منا نهر جاسم ومناك الحدود العراقي الايراني. راح ندخل بنهر جاسم ونكمل لكم اه رواية المهركة. وهذا نهر جاسم. هسه احنا صاير شوية جزر. مومت. يعني ما قدر نوصل لسيد جاسم. لا السيد ما تقدر. والزورة قيش له. ما اعتقد راح نقدر نوصل لسيد جاسم. وان هو. داك سيد. اهنا صار قريب علي. انا هسه حاول اقرب علي. طبعا هو هذا النهر اللي يسمى على اسم السيد جاسم لانه هو مقام هنا. داك شوفو. هاي قنابر هاول. هاي هاي هاي. شوفو هاد كله يعني شضايا بالمئات الالة. شوفو هاي واضحة. شوفو هاي واضحة. شوفو هاي هاي. طبعا مئات الالاق من القذائل. اهنا جانا تشوفو هاي قنبلة. هاي قذيفة. كله شو هاي. هاي طبعا من السبعة واثمانين لحد الان. هاي قطعة من آلية. عسكرية مادة مدرعة ايشي شوفوها. شوف شوفو كيف المخلفات. شوف. هاي. انا كان اخر خط. انا كان اخر خط. اللي كانت لازمته الحدود. هذا. هذا اللي امامنا هذا بالدوزر ايراني كان هنا. خمسة وخمسين. شوفو هاي القذيفة. يعني نازالت لحد العام. انا بين واضح نهر جاسب. اه سيد جاسب. شوفو هاي قربت لكم علي احاول. طيب منا نهر سيد جاسب. شوفو هذا شط العرب وصلنا على قريب. ايو والله. يا الله. هسا راح نتوكل. ونروح لنهر الدهاجي. هي المعركة الحقيقية هناك صارت. ليلة ثمانية على تسعة يناير. كانون الثانو. انا بينا ابو الخصيب العوجة. اها. هاي المقابلنا منطقة العوجة ابو الخصيب. اقرب لكم اياها. شوفوها. هاي منطقة بالخصيب العوجة. طبعا الايرانيين. بنهاية شهر الواحد. ظلوا يصورون هاي الاماكن وينشروها على اساس انه هما دخلوا. او على مشارف البصرة. ظلوا يبثها التلفزيون الايراني. السادة المشاركين بهاي الحرب يتذكرون طبعا. واكيد نكون ممنونين لهم. لو يكتبونا ذكرياتهم. شوفوا اخوان. هذا الطلق مال احادية. شوفوا باللون الاحمر. شوفوا هذا. هذا كله طلق مال احادية. ها? قناع مال كيمياوي. هذا شوفوا. هذا قناع مال كيمياوي. طبعا حتى الاسلحة الكيمياوية استخدمها الطرفين. بس جيش العراقي. طرفين استخدمها والسلاح الكيمياوي. هاي ما اعرف شنو. قطعة. بس كلي حديث. ما ادري جرافة. ما ادري مدرعة. شوفوها. مدرعة متاكلة. اخوان. مية وخمسين. صاروخ مية وخمسين. شوفوا القذيفة كبرها. هاي حشوة مالها. اي هاي الحشوة. بلاستيك طبعا. شوف 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 هاي ما الراجمة. شوف هاي المخلافة. هاي قنبرة. شوفوها. شوف طبعا. احنا ما نقدر ننزل هنا. على الجزر. لان الجزر كلها يلغام. الجزر كلها ملغومة. وخطرة. احنا نكتفي بالتصوير لكم هاي الجزر. شوفوها اخوان. حسنا صارت عندكم فكرة. ذاك الجانب الايراني. هذا نهر جاسم اللي يفترهيج. يقطع يسوي شبه جزيرة هنا. او شبه جزيرة هنا. اهنا كان الجيش العراقي متمركز. اهنا. هذا اخر صد هناك صورنا. اعتقد هنا خط الصد الثالث. او شو تسموا خط الدفاع الثالث. شوفوا شوفوا القذاف. شوفوا المخلفات. شوفوا عدات شبيرة. طبعا. لحسن حضنة ايجينا بالجزر. مو بالمد. بالجزر تبين اكثر. شوفوا المخلفات هاي. شوفوا المخلفات هاي. هاي. ما نقدر. واحنا هم ما نريد انتعبك البحيدر. والله. ننفضلك سابق. شوفوا هاي الجزر. طبعا هنه نزلوا حتى عرب. مؤخرا هاي. توهم نازلين. احنا كان محد. هاي القيعان اللي ابو حيدر التميم هي اصلا هاي القيعان. هاي. هاي قيعان تميم. ما انا حسب اللي اعرفها وهس ابو حيدر اكد للمعلومة. بس بعد هجرت هالناس شوفوا هاي. هاي حاوية ما للصفاريخ هاي شوفوا هاي. 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 هاي شوفوا هاش كبرها اي 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 اي. شوفوا اخوان. هاي اثنين هاي. اربعة وعشرين ساعة. اربعة وعشرين ساعة. اربعة وعشرين ساعة. كان قتال. مستمر. هاي. هاي. من ربعنا هنا. هاي نعم. اتحاصره وما سلموا عبره وشط سفاح. هاي. هاي. خطيئة. هاي. حتى يصبحوا الون. انا نحن في الشبادة يقود السêter ساد وآه. هاي. هاي. هاي كنت جثت مالتهم؟ هاد كان النهار مليان جثت؟ نعم. هذا مليان جثت؟ انا. وكان ندام بعد ناق. انا سيد اخو مطار مال سمتيات. هاي. مهبط مال هليكوبترات. اي نعم. هاي. نعم. هاي. هاي. في فترة المتروسة لا حاول الله زين وين دفنوهم أبو حيدر وحدي المتابعيني أنا خمسين يوم هنا ماندلي تقول هذا النهر صار وردي من الدم لا حاول الله والله مآسي مآسي هذه أبو حيدر كانت أعنف معركة أعنف معركة بهذه الثمان سنوات بحيث عزان المشاهدين بهاي الثمان سنوات ما خسر الجيش الإيراني هذا الخسار بهاي المعركة بهاي المعركة فقط خمسة وستين ألف جندي إيراني انقتل هنا واستشهد من الجيش العراقي ما يقارب العشرين ألف وبهذا المكان هذا المكان اللي أمامكم الآن تشوفوا بالهدوء والأمان سقطت خمسين طائرة هليكوبتر أسكرية عراقية أكبر خسارة لطيران الجيش العراقي بهاي الجزيرة أربعين إلى خمسة واربعين طائرة سقطت هنا وللقصة تكملة خلنا نروح النهر الدعاج ونسولف لكم ضقية المعركة أخوان لا تنسون المتابعة للصياد ضياء التميمي هذا هو على اليوتيوب هو الرجل ما مقصر لا تنسون متابعته ينشر فيديوهات هنا عن مواقع حربية ويتخصص بصيد السمك ضياء التميمي أحياءك الله أبا حيدر أحياءك أكثر رحم الله والديك أخوانها مرتين رحم الله والديك